بعد نجاح القمة العربية، الجزائر تحتضن الدورة السابع عشر لمؤتمر اتحاد مجالس دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. المؤتمر سيشارك فيه عدداً كبيراً من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة. الجزائر وخلال السنوات الأخيرة استطاعت استرجاع مكانتها الإقليمية وتحولت إلى قبلة للدول العربية الأفريقية والإسلامية. ونشكر دورة الجزائر على قامتها هكذا مؤتمرات ومناسقة بالتنسيق على الجودة. ويكون هناك إن شاء الله بادرة خير لجمع كل المسلمين والعرب تحت قبة واحدة ليكون لنا كلمة موحدة اتجاه شعبنا العربي الإسلامي. نجاح الجزائر في لم شمل العرب في آخر قمة عربية تجعلها ترفع الرهانة في إنجاح مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. مؤتمر يهدف إلى تصحيح صورة الإسلام ومبادئه السمحة والتعريف بسمو تعاليمه ومدى إنسانيته. فضلا عن محاربة كل جهة تحاول تشويهه وربطه بالإرهاب. خدمة البرلمان الجزائري لفايدة أعضائه وفايدة المجتمع لكي البرلمان الجزائي بلغ رسالته، رسالة الديمقراطية، رسالة الأداء الأحسن في هذا المجال. الاجتماع سيكون محطة فارقة في عمل هذه المنظمة في بعدها البرلماني، بما من شأنها الإسهام في خدمة مصالح الشعوب ودول الأعضاء في المنظمة. ناهيك عن الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية في مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة. دولة الجزائر أكثر حسماً وأكثر تأثيراً وإسهاماً في ما يمكن أن يسمى بالهوية الإسلامية. انتعاشوا الدبلوماسية الجزائرية منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مقالد الحكم حيث أعاد قطار الدبلوماسية إلى السكة وأرجع الجزائر إلى مكانها المعهود بعد سنوات عزلة.